صور رائعة صور مميزة توثيق الفوتوغرافي هو ليصنع السياحة في البلد وشبابنا اليوم عادوا يستعملوا طرق مميزة من أجل التسويق والترويج إذا ما روجوش للسياحة يروجوا للصورة الخاصة بهم كشباب الجزائر ظاهرة عرفت في العالم ككل العالم العربي أيضا القروج كبير لهذا الأسلوب اللي يستعملوا شباب وشباتنا من أجل الترويج لللباس الترويج للمظهر والإطلالة وحتى للمركات العالمية فاشينيستا الجزائر حاضرة بامتياز اليوم مع نقبل ما نتعرفوا عليها نشوفوا هذا التقرير من إنضاء المميز لزمينة يوسف حيوي حول الفلوغرز طريقة جديدة للتسويق نتابعوه راجعين اليوم على اختلاف باقي الأيام موضوعنا عن ثقافة جديدة تدخل للجزائر بدايتها حديثة والنشاط فيها مشي بزاف موضوع اليوم عن الفلوغ والفلوغرز وكين قولوا الفلوغرز هنا في الجزائر ما نقدروش ما نهضروش على أميرة اللي قدرت تدخل عالم اليوتيوب وتنجح فيه من خلال نشر فيديوهات متنوعة وهي تقوم بنشاطاتها اليومية من بعد انتقلت إلى عالم الفاشينيستا وينولا تنزل فيديوهات تحاول من خلالها تعليم بعض الفتيات طريقة اللبس وتناسق الألوان أميرة توجهت إلى عالم الجمال وفي كل مرة نزل فيديو على قناتها على اليوتيوب تعطي فيه نصائح عن الجمال وكيفية استخدام بعض المستحضرات التجميلية هذا الشي اللي ما زال مشفنهش بزاف هنا في الجزائر بعضها فجأت متابعينها بخبر إعلانها عن فتح محل باسمها في الجزائر العاصمة واللي يلقى إقبال كبير من طرف الشابات اللي يحبوا الموضة واللي يحبوا يلبسوا على طريقة أميرة على الانستغرام عندها منيو 58 ألف متابعة وهي تنزل صورها المتنوعة وبعض الصور لمستحضرات التجميل وآخر صورة لها كانت قبل يومين وكتبت فيها فقط التسم على اليوتيوب عدد متابعيها أكثر من 72 ألف متابع وفيديوهاتها تخطط مئة ألف مشاهدة ضيفتنا اليوم أميرا ريا أرح تحكي أكثر عن موضوع الفلوغ والفلوغرز في صباح الشروط وأميرا ريا حاضرة بامتيار سيفرنا من جنو يوم محبابيك محبابيك نورتنا أميرا باشينيستا الجزائر دعنا نبدأ الفكرة من أن جاءت الأميرة الفكرة كنت انتبع بزاف اليوتيوبرز أميريكان سوخته كان يعجبني وش رامي ديرو بس كنت استفاد منهم بزاف وقلت علاش ما نحنا في بلادنا ما نقدرش نجير عفسا كيما هادي علاش ما نقدرش طفلات تتوجه العالم اليوتيوب وكي ما قولوا تظهر تظهر الجمال تظهر طريقة اللباس تسير الموضة من خلال إطلالتها صح وكيف تظهروا العيلة كأكيد ربما الفكرة أول ما طرحتها طرحتها وانت جلسة مع العيلة بأكيد كيف طرحت الفكرة الأب تاعي معلول قال لي ما نبالوش ما زال ما تظهروا بالعالم هذا تعلق اليوتيوب وبدو وريت له اليوتيوب الذين يتباحوا معنا اليوتيوب الذين يتباحوا الفلاغ والسانفولاغ وبعد قال لي نشوف نفكر في هاد الفكرة بس كأنا المجتمع تعنت مجتمع جزائري مجتمع محافظ وحي الفكرة هذي حجيهم كين حجيهم نورمال كين حجيهم بيزاغ بونك خمم في هاكدام بدأ قال لي بشرط أنه الفيديو تاعك قبل ما تحطيهم أنا نشوفهم باش نتحطيهم في يوتيوب وكي ما كان الحال وبديت درت الفيديو لولا تاعي كانت على لفات الحجب خمار نعم وكيفش الجمهور تلقى إطلالتك الأولى تصادف كي شفت الأول فيديو شفت الفيديو كيفش طلعوش وصادفت ما كنت نستنى هذيك الحاجة كنت نستنيتها بالعقل مستنتي دونك انتي هذا المجال مجال الموضع وغيرو عن حب تخلتي فيه بدون دراسة بدون تخصص هواية برك صح؟ هواية طيب كيفش تختاري الأفكار كيفش تختاري التركيبات اللي تلبسيهم الديزاين تاعك شكو اللي يعطيه لك شكو اللي ينصحك ولا كل شيء من عندك انتها ومن قناعتك الخاصة ينصح من قناعتك الخاصة اوكي نكون قناعة في حاجة بهذا المظهر تاعي كما قلوا هدايك فيني ما نحوش على رأيي تكشو احد فيي ولا كيفش روي يشوفني ونشوف اللون كيفش يتناسقوا معها الاخر والصورة كوني كان يلتقت في الصور وش كوني رفقك عندي اثنين شخصين يقرأوا معايا سيدي فوتوغراف بخوفيشيونال يقرأوا معايا والفوتوغرافيا وهم اللي يلتقتوا بالصور دي وليدين بغافو انا نقول لك شي جميل انه شبابنا اليوم صار يساير الموضة وصار ايضا عنده رؤية وبعد نظر عالمي لو كان نقول لك سميلي الفاشينيستا اللي بلك اللي مستلهمة منها اكثر شيء فاشينيستا اللي مستلهمة كاين كاين بزا كاش وحدا برك اللي في العالم العربي كاين زوج ننتبههم بزاف من الامارات اوك انا وحدا دي لاليد انستقرام تحا وكاين وحدا عسيا اكاف كاش فينا التقرير صار عاد انا انفستيسمان صار بروجي هذا فاشينيستا من فكرة ولت مشروع ايضا في استثمار تروح تجيبي المعدات المقتنيات اللي تعرضيهم للسيدات البساء ماكياج وغيرو اشكن وليمو لك مي بارو تمويل خاص بك نعم ما زل ما لحقتش لدرجة انو المارك اللي ترويجيها هي لديك سبونسور لحقت لا تلك المرحلة ماشي دائما نكسبته لك حتوى ان هذا الفرودو يكون يكون يستهل الترويج تقنعي بها نعم لكي مزاف اللي يبعتني في المال لدي مارك كان دي مارك كان دي مارك ماشي دي مارك لا نقدرش كل مارك تبعتني ندير لها لانا واحدة لا نشقنع بها لا نقدرش نعرفها على اللي بناس لكنهم يديروا فيها كونسور لانا نرى لهم حاجة مليحة وهذه هي لما دي ممكن نقدر الاتيقات تحهم فيها ماذا تدخلت لهذا العالم؟ كونك تحبي لها أو لا لا لم تكن هناك علاقة ببلي سيتي أصلا كونسور 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 لبنات هذه هي هواية ويوتيوب لقيتها طريقة لنقدر حرية فيها حرية لا يوجد إنسان يقول لك دير هادي أو دير هادي أو الإضاءة تتحكم في طيب لماذا لم تحاولت تتقربي ربما من قناة من القنوات لأنه صار فيه انفتاح في الإعلام الجزائري وتقترحي برنامج خاص بالموضة وغيره ولا تشوفي أنه ما يليقش بيك انتيا كشخص كأميرة نعم ما هيش هنا يا ما زال ما لقيت الفرصة المناسبة لهذا يعني لو كنت تلقيت تتخلي على الفاشينيستا ما نتخلاش ما لاباليش مغلومه ما زال نعبدو نولو التقرير اللي شفناه منذ قليل قالنا يوسف أنك فتحتي محل نعم وين راوم تواجد المحل اه في طيبة صانت في طرح أوكي وش في المحل وش يضم يضم لابست على حجاب اللي عرفتيهم في اليوتيوب نعم كان يعرفتهم في اليوتيوب وكان لي ما عرفتهم يعني لو كانت تتروجي المحل تعك بإطلالتك بإطلالتك نعم وكيف تقسمي التوقيت وكيف تختار اللحظة التي يستطرح فيها محل 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 تدري المكياج تاعك نتي كاميرا ما تقولي مكياج نتي أنا ندري مكياج تاعي واحدة وطرطي لهم الطرق تاع المكياج كنا نشوفوه عندك خبرة في مجال تجميل نعم لذا راكم ثقفة راكم في كتير من المجالات المصدر التي تستمد منه ثقافة يوتيوب دائما نعاد نولي اليوتيوب حب يع شحرها عندك نسبة مشاهدة الآن ماذا ما اشتعش حاطة في اليوتيوب وحاطة في الانستغرام وماذا؟ انستغرام نعم كثير من فاشينيستة الآن عادة هذه المواقع التواصل الاجتماعي تعطي لهم جوائز وتعطي لهم قيمة مادية قيمة مادية وانتي بالنسبة ليك مازال مع الباك شعب بخيشها لازم تلحقي لا هي لازم تدير كونت ادياسان في اليوتيوب باش تتلقى المل عندك عندي أنا في اليوتيوب مبلغ من المل لكن لا نقول لنا نجيب دودوك يجب لي يزيد يتلايم ليس يزيد يتلايم يجب أن تدير كونت ادياسان وفيها تعمل حكاية ويجراءات إدارية طويلة ويسختون في الجزائر مزال ما نحقنا لهذه التكنولوجيا المتطويرة جدا لكن هذا الأمر لا يمنع أنه هل هناك فاشينيستة واحدة في الجزائر أو لا غيرتها هل هناك فاشينيستة واحدة في الجزائر وعلى بل كبير تعرفينهم عن قرب ويتم تلاقى ويعملوا أن تنفيذ اللغة في الجزائر وين تلاقى؟ في الجزائر هل هناك فاشينيستة في نظرك فاشينيستة أي فاشينيستة أمنوا بها. بدأوا عقلك الناس يشاهدون الزنقاء. أقرب شي لك أو الناس الذين يتقربوا لك أكثر شي. إنسى السيدات أو الشباب؟ سيدات طبعا. يسألونك عن نصائح؟ يسألونين نعم. وإن شاء الله لك عندك رشاقة الله يبارك. لكن سيدات كثار ربما ما عندهم نفس القوام اللي عندك. والمواصفات. أنت نصائح اللي تمديهم. الشكل الخاص بك أنت فقط الشابات اللي يشبه لك. ولحتى السيدات الأخيين عندهم نصيب. وكيف تنقل لهم مثلا الألبيسة؟ نقول لهم. لو كانت يجيتي حكا. كيف تنقل لهم. نعم. والفاشينيسة ما اعتمد شعلا دوتك موديل؟ برك انتيا تكوني الموديل. نعم. فاشينيسة هذه الفكرة تحاكو أنت. أنت بأفكارك بوش عندك. سيدة لحق ميصاج للناس. حسنا. وميجوك بعض الانتقادات؟ نعم. كثير من الانتقادات. اختم اجتمعنا الجزائيل. كثير من الانتقادات. وسيدة نوع الانتقادات مثلا. مثل سيدة تقول لك أنت ذوقت عمش كيم ذوقت عمش كيم ذوقت عمش. خطات هذه. هذه تعدوك هذا انتقاد بالناء. شغل. انتقادنا عادي. تقدر تستحملوا عادي. كان انتقادات اللي فاتوا هذه المرحلة. كانت انتقادات اللي حبوا يتاكيوك انتقالوا لك انشوفك برا نقلت لك كانوا يهجموا العائلة تاعك بالكلمة ما تنقلش و كيف شتعمل معهم تيا؟ نجو بلوك اتاكيوك بلوكي سيبوك برافو تكساح اللي جيسين اليوم اميراريا نوبرتين بحضورك ومش عندك دوت بروجيات او بار المغازن تاعك برافو جيالي ما احبه هل بدك كين او نتابعي في هذا الدمان منظميك وتشوفي او لدى تحبسني تجول نغطية انشاء الله ما نحبش و انا الا الكثير من دفيدي اللي احبه نركز عليها ان Scout there's any food في رحمهم. وبنائت اللي تحقير روحها بزاف ولا. بس كن المجتمع تعاني رجالي كتر من كن. لا خلاص لكم دافئين في تحريكا صحيح. صحيح. دكوه. فوالا استخداموا الى رحم. والنصيحة اللي تمديها للشابات والشباب اللي يحبوا يكونوا يدخلوا لهذا الدمان كيمانتيا. نصيحة نقول لهم يكونوا هو ما ما يسيوش يقلدوا إنسان وحد أخر. يسيو يمدوا لمس التحوم في أي حاجة يديروها. لمسة جميلة جيسينا فيها اليوم. شكرا. يا تكسح نورتينا بحضورك أميرة ريا فاشينيستة الجزائر. نتمنى نتلقى في فرصة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدين راحين على الفاصل نتعرف من كل رصفحات البرنامج راجعين. تفضلوا. المحب بصباح الشروق نفتح لكم فضاء للتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التالية. شاركونا بمقترحاتكم. لا تبخلوا علينا بانتقاداتكم. وابقوا أو فياء دائما لصباح الشروق. اشتركوا في القناة